قتل وأصيب عدد من الأشخاص في إطلاق النار وقع في مدينة كينساس وسط الولايات المتحدة وعثرت شرطة كينساس الستي بحسب بيان على تويتر على ما مجموعه تسعة أشخاص تم إطلاق النار عليهم في مكان الحادث بينهم أربعة من الضحايا تم العثور عليهم جثثا هامدة بينما تم العثور على خمسة آخرين مصابين بجروح وحالتهم مستقرة من جهته قال وزير الخارجي المكسيكي مارسيلو إبرارت في تغريدة على تويتر أن اثنين من القتلى هما مكسيكيان